خرج طلاب اليمن من مدارسهم فغرجت بلادهم من كل تصنيفات جودة التعليم وأضحت بين البلدان التي لا يمكن تقييمها وفي آخر تصنيف لجودة التعليم بما يعرف بمؤشرة دافوس حضرت اليمن بين أكثر الدول التي لا تتوفر فيها أبسط معايير الجودة لن يثير هذا الأمر اهتماما من بسط نفوذهم على أهم منفاصل المؤسسة التعليمية في البلاد ولن يعرفوا بهذه النتائج فقد ذهبت اهتمامهم إلى جرف العملية التعليمية إلى مستويات دنيا وبينما كان فريق مؤشرات دافوس يجمع البيانات من 140 دولة كانت الميليشيا تفصل أساتذة جامعة صنعاء من وظائفهم وكانت منظمة اليونسيف للطفولة تحصي عدد المدارس المدمرة وأعدادا غير محصورة إلا تقديرا للأطفال الذين فقدوا صفات الطلاب وأصبحوا إما محاربين أو هاربين منهم مئات الآلاف من الطلاب خارج مدارسهم مئات المدارس مدمرة عشرات الطرق المودية إلى تعليم جيد مغلقة وتم حرف أهدافها كل هذا يجعل نتائج جودة التعليم مخيبة لآمال الطلاب ومعلمهم وإن لم يعرفوا بها فقد ذاع صيت عملية تعليمية يصعب ترميمها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة